بسم الله الرحمن الرحيم. العرب ان شاء الله جيلوا مكافأة مالية في شغلو ان شاء الله. او اه فلوس من اهله بابا مامته اتزوجة هيجوزها هيديها عرشة جليئة كده ان شاء الله. فيه فلوس جيالك. او الناس اللي عندها ورس متعلق اه او متأخر ان شاء الله دلوقتي هيبتدوا اه الدنيا تمشي وحيبتدي يجني فلوس. المهم انها فلوس من حد اكبر منك. الموضوع ده هيترتب عليه اه حالة مادية احسن في تطور في الحالة المادية ده مش زي بقى المجموعة الاولى في هنا تطور الحمد لله وتطور تاني بعدها. ما شاء الله. فيه علو شأن هنا. اه زي ما تقولون اللي بيشتغل عنده ترقية. او اه في حالة انتصار في حاجة هو بيعملها ومبسوط فخور بيها والناس بتبارك وبتهني. ويمكن المباركة والتهنئة دي يكون لحاجة تانية تخص ارتباط او زواج كمان. ما شاء الله. فيه كمان شايفة عيلة جديدة. اولا فيه الاول ارتباط وحب. الناس اللي قراضي في حالة ارتباط. شكل كده حيتم زواج. اه الناس الملطبطين قراضي شكل الحالة عندهم الحمد للعائلية مستقرة والدنيا يعني كويسة. اه العقرب عنده كمان اه سترنت. سترنت ده بيوحي بقلة القوة. بمعنى انت مش بتواجه كفاية يا عقرب. مش بتطلع كل اللي عندك اه يعني لو حد جيه عليك لو حد زعلك. مش بترد اه على طول. او مش مش بتاخد حقك مش بتتكلم بالطريقة المزبوطة. او ممكن يكون انت عندك بتتعامل مع شخص قوي جدا. اه فقرة مش فقرة فقرة بالقاف. اه بتعامل مع شخص قوي شخصيته قوية. اه وانت مروضه. مروضه بحنيتك وبعقلك. وباتزانك. بحاجات كده حلوة. عندنا كمان في عندنا حيرة من حالة من مبلغ مادي معين. افتكر انت لما ان شاء الله بازن الله حجي لك المبلغ المادي ده. تبقى عايز تجيب حاجة. هتفكر. اجيب هت دياتي يلا استنى? ولا الفلوس مش مكفية قوي فانت بتفكر اجيب الباقي منين? او في حاجة في عملية بيع او شرق. اه في حاجة تخص المال شغال عندك وشغلاك جامد جدا جدا وانت عمان تفكر فيها. في كمان queen of swords. ما شاء الله الحالة المادية اللي بتتطور والترقية او العلوي الشأن اللي حصل ده عامل لك قوة queen of swords. اه بتقول لنا هي بتقول لنا انت بتاخد قرارات صعبة. في مرحلة مرحلة ان انت بتاخد قرارات صعبة. اللي بتطلبه منك الكارت ده لو سمحت تصفي زهنك تماما قبل ما تاخد اي قرار لانه انت بتاخد قرارات مهمة دلوقتي. اه وما تطلقش احكام على حد الا لما تكون فعلا واصل لمرحلة من يعني ايه? يعني ما عندكش احساس معين. ما عندكش شغال معين. مش حاسس بغضب. مش حاسس بحزن. لان انا شايفة هنا في عملية في حالة حزن شوية ومتناسب الزيت ومركز جواك. الحالة دي ما اعتقدش انها تخص شريك خالص. دي ممكن تكون بتخص قرايب. بتخص صحاب. مكافأة الملائية خدتها النهاردة. مبروك يا هودا. مبروك. الحمد لله. اه فانت ايه تريس كده قبل ما تاخد اي قرار. عايز اقول لكم الكات ده كان طلع عند الحوت وانا اختي حوت والحمد لله برضو جت لها الترقية وبعتت لي معينها بصراحة مش مقتنعة بايا خالص بس سألت لي راياتك طلعت صح وترقت فعلا. الحمد لله. طيب هلخص القراءة بسرعة. في هنا مبلغ مالي حيجيلك مكافأة في عمل او اه ورث متاخر حتبت اه ان شاء الله هتجنيه او ابو ام بيدلو لولدهم او زوج بيدي لمراته ومهم ان شخص اعلى بيدي اه بيدي حاجة. الموضوع ده هيعمل لك الحمد لله امان وتطور مدي كويس بفدن. في هنا حالة اه اه تهنئة. حالة اه زي ما قلنا دي ممكن تكون ترقية كمان. يعني مكافأة وترقية بسم الله ما شاء الله. ام وتطور مدي اكتر بعدها. الشكل هيحصل بقى عندها ايه? زيادة في المرتب. مثلا مرتب هيزيد اكتر. ففي تطور كمان في الحالة المادية. اه زي ما قلنا هنا في مرحلة اخذ قرارات اه مصيرية او قرارات مهمة. في هنا شخصك قوي وزوشأن انت مصيطر عليه بعقلك وبأسلوبك وبطريقتك الكويسة. في هنا حيرة من ناحية حالة مادية معينة استمنا اشتري دلوقتي ولا استمنا? نسيت اقول لكم الكرد ناصحته. جمع معلومات يا عقرب قبل ما تقوم باي خطوة. شايفة قدامي هنا حب. الناس بس ده مش حب جديد. ده حب قائن بالفعل. ده مش علاقة جديدة. اه 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 اه. ده ارتباط بس قوي شوية. وهينجم عنه ان شاء الله بداية عيلة جديدة بازن الله. ان شاء الله كلامك صح. مشكرك يا جينا. وهنا بس انت زعلان من حاجة منغمز في زفك مستني حد يصلحك. يعني يمكن يكون حد يزعلك غلط فيك. بس بدل لما تزعله هو الوضع كده ارجوك واجه. لان ان ده كمان بيدل على قلة المواجه. طيب. طيب بقول لك ايه يا رشد انت بعتلي كزا يعني بعتلي سكرين شوت فيها كزا حاجة ابص على انه سؤالي. يعني مش ممكن مش ممكن هارده علي اكيد انت بعتها لي علشان سؤال واحد. كلمة صاحب جد هارون بشكرك جدا جدا. تونة انا اللي بموت فيك يا روحي بشكرك. عاطف سمعتي عايز اعرف التور التعامل انسة مع اقرب رجل. تور مع اقرب رجل. بصوا يا جماعة طريقة التعامل دي انا مش يعني انا مش مليش فيها الصراحة. معرفش اقول لك بتعامل ازاي. انا ليه كروت بقراها باخد منها طاقة معينة. واقول لك ايه اللي بيحصل دلوقتي. انما ده سؤال يعني جانر القوي انه ما اقدرش اقول لك صراحة انا اسفل. حاليا عنده زحمة افكار. اوكي كويس قوي. طيب طالما في زحمة افكار ما ناخدش قرارات مهمة. نستنى لما الدنيا تهدى شوية والزحمة دي تخف. وعليكم السلام يا خلود اهلا اهلا. مسيه يا سالمة عالهارتس الحالي والدي. اه بالقام ده مريضة. مسيه جدا يا احمد انت حدوتك بتكلنى بالنسبالك مرضى. طيب شكرا. اوكي. وطلع من طلع بره احمد الحمد لله. فعلا مستنى يا فلوس باذن اللي جاية يا نونة. حصل فعلا كويس يا جوجة. اه. اه. انا كمان خدت مكافأ بالليل النهاردة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صح انت رهيبة. نايس. نايس نايس نايس. اوكي. حلو قوي. طيب. احمد احنا بنقوه برج واحد في اليوم النهاردة يوم العقرب. الدلو لأ ان شاء الله الابرج هتتقل كلها هتتعاد تاني الشهر الجديد. طيب. ناخد بقى ايه? الحالة العطشفية. ناخد المجموعة التانية. كلهم. طب ده ايه يا رشد? انا مش فاهمة حبيبي يعني. دي اسئلة ولا ايه? طيب. اقد اكلهم نفس الحاجة اصلا? اه حاضر. ماشي. طيب لما هنخلص بس اقريب. اوكي. لا 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 ما تبتبهاش ولا حاجة. زي ما انت بتعمل كده تمام. العرب كله يا جانب. كله كله كلها كلها. طيب الحاجة العطفية. معيش يا ما لازم اخد وقتي بس في التفنيط. التفنيط ده مهم جدا جدا جدا. مرة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحتيط تنصي يا عقرب في ايه? لأ في ايه بجد? حقيقي ايه? لأ معلش في ايه? اي مش هاتعليك لي ايه ايه اي لا انا مش هقدر طبعا اشوف تعليق كل الناس فوفوس القراءة ما بشوفش تعليقات خالص معاك ومعاك الادمنز راشد وولاء الحمد لله يعني ربنا يقدرهم بحاول يردوا على اكتر قدر من الاسئلة ما حدش يزعل لو ما بشوفش تعليقه لان فيه كروت انا ببص عليها ولازم تبقى عيني عليها تزعل بشي. طيب العقرب عايز ايه? العقرب في حالة انسحاب عايز يانسحب وعايز ياد يفكر لوحده زي ما انتم شايفين في الكارت كده. اه طالما ما طلعش الكارت يقول ان الصحة ما فيها مشكلة يبقى الحمد لله الصحة قويسة جدا ان شاء الله اللي كان بيسأل عن الصحة العقرب. الحمد لله الصحة معقولة جدا. فهو حابب يانسحب وحابب يفكر لوحده. من غير تأثير الشريك عليه. نفسه في ايه كمان? ممكن يكون ده حملة متاخر. اه نفسه في دي بتاعت الخصوبة. نفسه في مولود. او نفسه في حب غير مشروط. يعني هو عايز حب من نوع معين. حب الام ابنها يعني حب كده اللي هو ايه. مفخوش اي مصالح. مفخوش اي خدوهات. يعني حاجة روحانية بحت زي ما قلتلكو هو يعني برج حالم اوي شايف شريكو ازاي شايف شريكو مجروح حزين زعلان بينطب حوص يعني عندو في حالة ندب الطاقة عندكو متقلبة جدا طالعة نسبة شوية كويسة شوية كويسين شوية وعشين لكن متقلبة جدا شريكك عايز ايه شريكك عايز مرحلة جديدة يعني هل هو قرب يتخلى عنك قرب يفقد الامل انا حاس ان هو قرب يفقد الامل خلاص لانه بصه سيوف كتير قوي خلاص تعج هو فعلا متقزم زي ما انت شايفه فعلا بالزبط حاضري ايه شايفك ازاي شايفك بقيت غامض يعني بقيت ساكت ما بتتكلمش اما ان انت بتخبي عليه حاجة حاجة من الاثنين يا اما بتخبي عليه شيء في ايه دلوقتي في حالة هروب ده اما انه مش عايزين تجرحوا بعض او فيه طرف مش عايز يجرح تاني بيفضل يسكت حالة هروب يعني بتتجنبوا بعض شايف الموقف صعب انتو في موقف صعب ده بيدل على موقف صعب وابتديته تتوجهه نحو ربنا ونحو الدين وزي ما تقولوا كده بتطلبوا طالبين مساعدة ربنا في الموقف اللي انتو فيه وهو مفيش 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 احسن منه يساعدكم طيب فيه كمان عندي الموضوع بتده يدخل فيه اطراف كتير اما دي عقبات بتواجهكم او دي خنائة بقى خلاص كبت وادخل فيها اشخاص كتير اوكي هدخص القراءة بسرعة امش عرف امش عرف اقول لكم ايه الوضع سايق جدا دللي انا شايفاء اللي يا جماعة اللي مش منطبق عليه الكلام ده ياريت ما تسمعوش القراءة حتى لو دي مجموعاتكم ما تسمعوش الكلام خالص صح جدا احيب دي احيب ماشي طيب صح الصح فعلا طيب هعيد الحلاخص القراءة اللي عقرب في حالة انسحاب واحابب ان هو يعود يفكر لوحده نفسه في حب غير مشروط حب الام اللي ولادها اه او الاب يعني اللي ولاده حب حقيقي يعني نبع من القلب او ممكن يكون مثل نفسه في مولود شايف شريكه وزعلان وقلبه مجروح الطاقة ما بينكم متقلبة جدا طالعة نازلة فيه هنا فيجر سوردز اه الشريك عايز مرحلة جديدة ونفسه القلم يخلص نفسه القلم يقف لانه متقلم جامد وشايفك بقيت غريب عنه وبتتغير عليه وبقيت حتى حاس ان انت بتخبي عليه فيه حالة هروب دلوقتي بتهربوا من مواجهه في موقف صعب بتخيل عليه وبعدها شايفها خلاقة هتحتد والدنيا هت هت زيت اكتر طيب 믿مت منطقه وراحت بديت اخرى ا braucht ثاب ايه؟ نعمل ايه في الموقف ده؟ اوكي نعمل تعمله ايه؟ معلش انا المجموعة دي كمان معلش انا محتاجة زوت لها كده كام كارت لانه برضو الحالة اا يعني متهببة يعني لها كده اسمه دي حالة متهببة العقرب مفروض دي يعمل ايه؟ طيب انا شايف ان العقرب محتاج انه هو هقولكو حالة هيعمل ايه؟ اولا دي يسيطر على نفسه بقى شوية سيطر على نفسه ونسيطر على نقف يعني هنشوف المشكلة مثلا اساسها فين اساس المشكلة وخلي بالك من الاساس دي عارب عشان انت بتبص على حاجات برا كده وبيبتخدش بالك من المشكلة الاساسية بص المشكلة الاساسية فين وسيطر عليها حلها حل دي حل المشكلة دي يعني ايا كانت انا مقدرش هده مثال يعني احسم الموضوع لو هو مسلا مشكلته لده متأخر حملة متأخر روحتوا للدكاترة بتاعتكو وزبطوا الحاجات بتاعتكو كلها عملت كل اللي انت ممكن تعمله في الموضوع ده اه عملت خلاص ماكيش امل اه خلاص ماكيش امل نتواجه يا جمعة هو ده واحد اتنين تلاتة وده اللي عندي وده اللي هيحصل طب كذا كذا انهي الموضوع امسك زمام الامور فهم قصدي ده امسك زمام الامور بعدين هنبتدي بقى نهده شوية دي طاقة روحانية شوية دمون طاقة الامر يعني نبتدي نتنفس بالراحة نبتدي نتعبت شوية نبتدي ندخل جوه ذاتنا شوية وندور جوانا كده ناخد وقت ان شاء الله حتى نص ساعة في اليوم ده تقعدوا كده لوحدوكو شوية في الجو هادي وتحاولوا ان انتو تدخلوا جوه فكروكو هادي ليه بعمل كده وشريكي بيعمل كده ليه بهدوء وحاولوا توصلوا الحل الموضوع مش منتهي في مشاعر جديدة وفي مولود جديد يعني الناس اللي عندها مشكلة مولود بإذن الله في مولود جديد بس محتاجين نمسك زمام الامور محتاجين نعمل حاجات بادينا يعني بصوا ماسك بادي حاجات وابتدى يتحرك حركة نبتدى نتحرك ده كمان ده تشاريت بتوحي بالحركة نبتدى نتحرك نبتدى نتأمل نفسنا شوية نتأمر اخطأنا كمان يا جماعة نواجه نفسنا باخطأنا غلطنا في واحد اثنين ثلاثة نبتدى نصلح بعدها النهاية حلوة جدا كراء ما شفتش اللي هيقول لي في انفصال احنا سبنا بعض انا مش شايف انفصال مش شايف انفصال شكرا مش شكرا